نتكلم شوية عن الرواية أخذت منك وقت قدية يعني كورونا عادنا شوية سنتين مثلاً أو حاجة في أبسين داونز الرواية كانت زمنها من زمن كورونا ولا عادت أكتر ولا كنت بتفكر فيها قبل كده لا لا يعني هي بدأتها في مايو 2021 وناهتها ممكن في أبريل 22 يعني بس هي فعلياً اتكتبت في سبع شهور إنما يعني خدت كم شهر تاني كده يعني أشتغل عليها أحررها أشيل حتة أنا أصلي مؤمن جداً بالحسف في الكتابة بحب أقرأ والحتة اللي أنا حس نفسي أنا نفسي ككاتب ملت فيها فأكيد القرأ هيملي فيها فأروح شاهلها على طول أو أحاول يعني أقصرها أستعد عنها بحاجة تاني بعد السنة بحس إن أنا خلاص خلال السنة دي يعني حاجة دام عجبتني طول السنة فتمام وبعد دفعت بيها إلى النشر وشهور قليلة ونزلت يعني لكن هي أخذت حوالي فعلياً سبع شهور وحوالي أربع خمس شهور تاني في التحريرها أو ناظرة تانية إليها الرواية بتصنف أدب فانتازيا تصنيف الرواية ده أدب فانتازيا ولا حررتك تقول إيه عن الرواية دي يعني الرواية خيالية فانتازيا بتتصنف في إزاي وحبيت تصنفها تصنفها والله يعني هو الناس بتقول فانتازيا بس أنا مشموم من قوي بالتصنيف هي رواية يعني الناس بتسمي الفانتازيا الحاجات اللي هي مستحلة تحصل في الواقع خيالية الحاجات اللي فيها أكتر أو خيال أكتر فيعتبروها إن هي فانتازيا أوكي يعني وفي تصنيفات تانية بتصنف حتى الفانتازيا واليوتوبيا والديستوبيا إن هي روايات خيال علمي فكلها تصنيفات أكاديمية يعني ما فرحها ما كنتش مهتمة بتصنيفها وأنا بعملها وما زلت مش مهتمة بتصنيف قوي يعني أوكي النوع ده من الروايات أو الروايات الخيالية أيا ما كانت إيه هي مسمياتها حالتك شايف إن هي تحتاج لغة سهلة وبسيطة علشان تقرب بها للقارئ أكتر وتوصل للقارئ والذي بيحددها الكاتب يعني ممكن حد يكتب رواية خيالية بس مش بلغة سهلة وبسيطة وممكن كاتب تاني يكتبها بلغة سهلة وبسيطة عشان توصل للقارئ هل لها قواعد في كتابة؟ لا أنا ضد كل قواعد يعني الفن هو لازم يحصل بشكل تلقائي يعني وحر يعني لأن لو أي كاتب يعني في ناس تحط قدامها واحد دين ثلاثة عشان نعمل رواية حلوة آآ أسس وقواعد فهيعمل رواية شابه الروايات التي تعمل عليها الأسس أصلا أي فإنما في رأيي عشان حد يعمل حاجة جديدة بتاعته شابه فلازم يتحرر من الحاجات دي كلها يعني مثلا اللغة أنت حضرتك صنفتيها أن هي لغة بسيطة إنما هي لغة صوتي يعني صوتي العادي أنا كنت حريص في الرواية دي طالما أنا رحت بقى عالا مش موجود أصلا وطالما أقلفت كل حاجة هنا فلازم كمان أن أنا مضيعش الفرصة دي فإن أنا أكون حر تماما وإني لازم أن أسمع صوتي الداخلي الأدبي موجود هنا بدون الاهتمام بكل الشيهات الأدبية آآ بدون أن أكون مقيد بأي شكل أضف الأداء الرواية المعروفة والمشهورة أنا أريد أن أقول حكاية كأنني أحكي في العادي وأنا أعمل بعد ما أخلص أول مسودة أقرأ الرواية بصوت عالي ولازم أتأكد أن هي شبه صوتي وأنا أتكلم يعني شبه طريقتي وأنا أتكلم طبعاً حتى لو هي بالفصحة لازم تبقى شبه كمان طريقتي يعني أبسط طريقة أبسط يعني درجة من الفصحة تشبه العمية بتاعتي أو عميت المثقفين لأنا أتكلم يعني ممكن أكون معظم كلام بيها فلازم تبقى شبه صوتي بالضبط وفيها روحي فتيجي هنا بقى اللغة مختلفة لأنها لغتي أنا صوتي أنا اتكلمنا عن أنه الرواية كلها عن التوائم الملتصقة حضرتك من ضمن أحداث الرواية كان فيه أنه توائم الملتصقة بيش مصدقين أن فيه ناس بالرأس واحدة جاتت زي أو كانت إيه الحكاية في الموضوع ده جاتت وانا بكتب يعني هو فيه حد بيسفر من جزيرة لجزيرة ثلاثة تمام فالبطل بيشوف ناس شبهنا بقى خليتهم يقابلوا بعض راجبين يعني راجبين يعني يعني صفهم متقدمة شوية متقدمة تكنولوجيا أنهما عايشين بالشراء والحاجات دي أي فهو بقى قلت طب على دلوقتي إحنا مثلا ما نبص الكائنات مختلف عننا أو حتى لو بشر زينا ولكن هما عندهم تكوين جسدي مختلف فإحنا ممكن نبصوهم باستغراب شوية أو يعني بنحس قدامهم أن نحنا نظرتها يعني ممكن تبقى جارحة شوية أو نلفت نظارهم أن احنا خدنا بلا من حاجة أي فإن خليت بقى تمام متوسقة هما كمان يبصونا كده وعمرهم بشوفوا بشر شبهنا فلما بشوفونا استغربونا جدا وحسوا أنهما أن احنا موسوخ أن احنا عايشين برأس واحدة فحسيت أن هي يعني ممكن تبقى يعني رد اعتبار شوية على غرور الإنسان فيعني أنا بسلطفها في الرواية بحبها يعني هم حاشوا أنهما قبلوا شبه ناس زينا أن هما قبلوا وهم قالواها ناسا يعني موسوخ موسيرة لقاء يعني ما ينفعش الواحد يشوفها دي لازم تحاول كارتون دي لازم تتحاول كارتون لازم طيب إيه أكتر حاجة تعبتك في الرواية زي كده يعني خيال مش عايزة بقى أسمي المسميات لأنه واضح أن أحرطك ضد المسميات تماما بس فيها خيال كبير جدا فيها روح جديدة فيها طعم جديد في النوع ده من الأدب اللي ممكن يصعب على الكاتب أو اللي ممكن يكون يعني تكتبه مرة وما يعجبكش فترجع تعيده تكتبه مرة وما تحسش لسه أنك وصلت اللي أنت عايزه إيه أكتر حاجة كانت صعبة عليك أو تعبتك؟ هواكف فيها كذا حاجة صعبة بس إلا كنت مستمتع جدا أنا أكتبها فحاجات كتير عدت يعني بالاستمتعات يعني عدتها إنما المسنة فيها أتعبني جدا المسنة المسنة طاصين بقى فكل حاجة اثنين اثنين أثنين دي حاجة جديدة في كل المحررين والمصححيين عارفين إزاي الحوار هيقسمه بتاع الحوار الناس العاديين إنما لما يبقى رأس رأسين بيتكلموا دي حاجة بحاجة عمال قبل كده فأعدى بقى في نقاشات أنا هو أقف في الرأس دي تكلمت إمتى حط نقطة ولا حط فصلة فأنا كراين حط نقطة لأن دي خلاص كأنه شخص وانتهى ويبتدي شخص تاني يقول هل تعاملت مع الرأس الوحدة كأنها شخص الوحدة ولا الرأسين مع بعض شخص واحد؟ ما هو دي هنا المشكلة هي دي المعضلة هو شخص واحد إنما بيقول جملتين وتقريبا هم نفس المعنى بس بغير تكرار الكلامات بتاعتهم فهنا بقى دي دي حاجة جديدة يعني ما نعرفش تتعمل ازاي فأنا عملت إن هي نحط نقطة يعني وبعدين رأس دي تتكلم على كده الأول هترجع تقول لفس معها في نفس الجملة حاجة تاني فبتديت أحط بقى يعني أنا قلت خاصة يبقى هنا نقطة بعدين نكمل الجملة الرأس التانية بعد كده نقطة وفرق ما بين الفصلة ونقطة إن الرأس دي بتريح شوية بعد كده بتكمل حاجة تاني فده اللي كانت مرهقة جدا لإني مش عارفة عمل لها مثلا حاجة كده أرجع عليها لازم أبص في النص نفسه وأزبطها بشكل مستمر الرأسين على طول كانوا متفقين؟ ممكن الحد يقول حاجة دماء خفيف التاني ما يتحقش؟ بيتفقوا قدام الناس لكن بيتفقوا قدام الناس إنما هم مع نفسهم لا، يعني هو بيقول حتى يعني في الاختلاف بيكون في الحمام أو في الواحد لوحد وهم الواحدة ويختلفوا إنما قدام الناس ده فشرعهم هم ده جرم يعني فشرعهم ده شيء يعني لا يليق منه صحيح فقوانينهم فأعرف الجزيرة ما ينفحش الرأسين تختلفوا أدام الناس لأن داعب قوي يعني بس في الحقيقة وهم الواحدهم كان ممكن يختلف لا هم دائما يختلفوا ممكن دائما يفكروا مع بعض ويختلفوا وهم الواحدهم وإنما قدام الناس لازم يظهروا بمظهر الاتفاق أنهما الاثنين ما عندهمش أي اختلاف مع بعضيهم فهو عندي ده جزء تاني من الصعوبة لأن يعني هنا لما يقعد يفكر مع نفسه ففيه يعني يقعد يتكلمه كان هم اتنين صحاب يعني قال دي وقال دا يعني تحت بعض إنما لما قدام الناس فهكاينها رأس واحدة ولازم تأي كلام اللي قبلها ما تعترضش